أما الكيف أطلقت امرأة عمران على مولودها أنها تريده أن يكون محرراً من الدنيا وشهواتها وأن يكون خادماً لدين الله فنستفيد من هذا الإخوة أن الحرية الحقيقية إنما هي بتحقيق التوحيد لله والعبودية له جل وعلا لماذا؟ لأن الذي يخلص لله ويوحد الله ما يكون في قلبه إلا الله يتحرر من كل شيء من عبودية كل مخلوق ما يدعو إلا الله وما يتذلل إلا لله وما يخضع إلا لله وما يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله سيكون حقاً حراً لله وحده جل وعلا هذه الحرية الحقيقية لا كما يزعم أدعياء الحرية اليوم اليوم هذه من الشعارات الكبيرة العريضة في العالم التي تستبع بها المحرمات بل تنتكس الفطر يقولون حرية حرية الشذوذ وعمل قوم لوط سموه حرية أن يفعل الإنسان ما يشاء مما يخدش الحياة سموه حرية تخرج المرأة بما تشاء من الألبسة الفاتنة والفاضحة يقولون حرية وهذه في الحقيقة هي العبودية للشهوات والملذات هذه عبودية كون هذا الإنسان أسير شهوة عبداً لشهوة عبداً للنساء عبداً للشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم الذي يتعلق بغير الله ما يكون عند توحيد خالص لله لابد أن يكون ذليلاً لشهوات الدنيا الذي يتعبد ويتذلل يتعبد قلبه للمال للتجارات للنساء للشهرة والسمعة والترقيات ويكون معبداً لغير الله للدنيا وشهواتها لكن العز الحقيقي والشرف العالي بالعبودية لله هذه الحرية الحقيقية